بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ما زلنا في مبحث طلب المجهول التصديقي وفي مادة المجهول التصديقي وقسمنا الصناعات إلى خمس صناعات ونحن الآن في الصناعة الأخيرة وفي المرحلة الأخيرة من هذا الكتاب وفي صناعة المغالطة ذكرنا مبحث الأول الذي كان في المقدمات والمبحث الثاني نازلنا فيه وهو أجزاء الصناعة الذاتية وقلنا بأن الغلط إما يرجع إلى اللفظ أو إلى المعنى وكل واحد من اللفظ والمعنى له ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع فيكون بذلك الغلط يرجع إلى ستة أخذنا منها اثنان بقي منها أربعا نحاول أن نأخذها في هذا الدرس ذكرنا بالنسبة إلى المغالطات اللفظية قلنا أنها مغالطة باشتراك الاسم ومغالطة في هيئة اللفظ الذاتية بقي عندنا المغالطة في الإعراب والإعجام الإعراب والإعجام هنا هذه أمور تعرض على هيئة اللفظ وخارجة عن ذاته أو هي تكون إما بتصحيفه يعني تغييره تصحيف يعني التغيير يعني كان مثلا يلفظ بالنون أو الباء وبعد ذلك يتحول إلى تاء هذا يسمى تصحيف أو خطأ بحركاته أو صيغته أو بإعرابه وإعجامه فمثلا حينما في هذه مثلا البحث بحث الوجود يعني صرف الوجود ماذا صحفت وحرفت أم نقول حرفت وإنما صحفت بأن تقول يجب بحث يجب هذا البحث واليجب إذا لاحظنا من نفس الهيئة ونفس الشكل تقريبا من دون نقاط ونفس الشكل هذا هكذا بحث مثلا وهذا يجب أيضا هكذا نفس الشيء ولكن الخطأ هنا كيف وقع؟ وقع بتصحيف النقاط فحيث أضاف هنا نقطة مثلا وهنا أضاف عدة نقاط وهذا بالنسبة إلى النوعين الأخيرين الذين هما في هيئة اللفظ الذاتية وفي الإعراب والإعجام هذا يعبران أو ناشئ من الاشتراك في اللفظ ولكن لا من جهة اللفظ نحن في المفرد طبعا لا من جهة اللفظ المفرد بل من جهة لا من جهة مادته بل من جهة هيئته لا من مادته لأن المادة هنا ثابتة بحسب الواقع ونفس الأمر ولكن الخلل هنا هو نفس الهيئة هذه الهيئة هل باء أم تاء فلذلك يقع الغلط نطبق هذا ثم ننتقل إلى مغالطة الممارة ثالثا المغالطة في الإعراب والإعجام وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه بسبب أمور عارضة على هيئة خارجة عن ذاته بأن يصحف اللفظ نطقا أما بالنطق أو خطأ بإعجام أو خطا إما باللفظ أو بالكتابة بإعجام أو حركات في صيغته أو إعرابه مثلا حينما نقول أكفاء أكفاء هذا جمع كفيف أما الأصح هو أكفاء أكفاء جمع كفوء كفوء أكفاء وأما أكفاء فهذه جمع كفيف وغير ذلك هذا بالنسبة إلى نفس الهيئة ولكن بالإعراب أو مثلا الأمور المجربة المجربة تجريبي أو مثلا يقول أنا جربت يعني هذه في فتح الراء أو كسر الراء فتح الراء قد تؤدي إلى معنى وكسر الراء تؤدي إلى معنى آخر يقول أو خط أو بأن يصحف اللفظ يصحف اللفظ نطقا أو خطا بإعجام أو حركات في صيغته أو إعرابه الصيغة يعني نفس الحركات بحيث تبدل الإعراب الصيغة معذرة عن نقاط الضيف أو توخر نقاط بحيث أنت في صيغة الحرف أو الإعراب الحركات مثل ما قال الرئيس بن سينا بما معناه إن الحكماء قالوا أنه تعالى بحث وجوده فصحفه بعضهم فظن أنهم قصدوا يجب وجوده وفرق بين بحث صرف الوجود ويجب وجوده هذا فرق فارق ثم بعد ذلك يشير إلى هذا التنبيه الذي ذكرنا وقلنا أن هذين النوعين الأخيرين هما بحسب الواقع يرجعان إلى الاشتباه بحسب الهيئة لا بحسب الماد إن النوعين الأخيرين يرجعان هما مغالطة في الإعراب والإعجام والمغالطة في هيئة اللفظ الذاتية يقول إن النوعين الأخيرين يرجعان في الحقيقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ غير أنهما من جهة هيئته لا جوهره ولما كان النوع الأول يرجع إلى جوهر اللفظ خصوه باسم اشتراك الاسم باعتبار أنه هذا يرجع إلى جوهر اللفظ سموه باشتراك الاسم بل إن الأنواع الثلاثة الآتية ترجع من وجه إلى اشتراك اللفظ لا حتى بالنسبة هذه الأنواع التي تأتينا اللي هي المماراة وتركيب المفصل وتفصيل المركب هذه ترجع إلى اشتراك اللفظ جيد هذه المغالطة الرابعة هي التي تحصل تسمى بمغالطة المماراة وهذه تحصل في نفس تركيب الألفاظ يعني إذا لم يكن هذه اشتراك في نفس الألفاظ ولا اشتباه فيها ولكن يحصل هذا في أي شيء إذا ركبناها وإذا ألفناها يحصل هناك الاشتراك والاشتباه مثلا حينما أراد معاوية من عقيل بن أبي طالب أن يلعن أمير المؤمنين سلام الله عليه فهو ماذا قال؟ قال أمرني معاوية أن أسب علي ألاف العلوه هنا الهاء إلى من ترجع هنا الهاء هذا الاشتراك يرجع اشتراك في عود الضمير فإما يرجع على الآمر اللي هو قصد قطعا أنه يرجع الهاء على معاوية باعتبار هو الذي أمره ومعاوية يظن أنها ترجع إلى أمير المؤمنين حتى يمتثل فهذه الأمور البلاغية التي تحصل عند بعض الناس بعض البلغاء الذين يصلون إلى مرحلة بحيث يتمكنون يكون اللفظ عندهم مثل العجين يديرونه ويعملون به ما شاء نعم أو مثلا من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعده مثلا قال من بنته في بيته من بنته التي بنته في بيته بنت من وبيت من بنت مثلا الصحابي هل هو بنت هل المقصود أنه بنت زوجة النبي أم بنت ماذا بنت زوجة الصحابي فهنا لهذه المسألة حصل نوع من الإيهام ونوع من بحيث كل يظن أنه أراد فلان مثلا البعض يظن أنه أراد الأول ولكن حينما ترجع إلى هذا تراه أنه أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه لهو بنت النبي صلى الله عليه وآله في بيتي هذا الصحابي نعم وكما في التورية التورية حينما نقول يقول مثلا هل هو موجود هنا يقول لا هو ليس موجود هنا وهنا يشير إلى مكان ما هذا ما نسميه بالتورية طبعا يدخل في أحكام شرعية هل هي نوع من الكذب أم غير ذلك هذا في مبحث آخر نطبق مغالطة الممارة وهي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ وذلك فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ ولا اشتباه فيها الألفاظ لا يوجد فيها أي مشكلة ولكن بتركيبها وتأليفها يحصل الاشتراك والاشتباه عود الضمير عليمن على الأول على الثاني هل هنا الفاعل هو الأول الثاني وهكذا مثل قول عقيل لما طلب منه معاوية ابن أبي سفيان أن يعلن سب أخيه علي بن أبي طالب عليه السلام حتى هنا أيضا عندنا مغالط ولكن بقرينة علي بن أبي طالب أخيه يعود الضمير على عقيل وإلا حينما ذكر علي بن أبي طالب تضحت لنا أنه المراد هنا هو أخي عقيل لا أخو معاوية فصعد المنبر وقال أمرني معاوية أن أسب علي ألاف العنوه وهذا الإيهام جاء من جهة اشتراك عود الضمير فأظهر أنه استجاب لدعوة معاوية وإنما قصد لعنه ومثل هذا جواب من سأل من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعده فقال من بنته في بيته اللي بنته في بيته بنت من هل بنت النبي أم بنت الصحابي فهذا حصل الإيهام ومن قسم المماراة التورية والاستخدام المذكورين في أنواع البديع هنا أيضا في أنواع البديع هناك نوعان اللي هم التورية والاستخدام جيد عندنا أيضا المغالطة الخامسة هي مغالطة تركيب المفصل هنا هذه المغالطة تتوهم بسبب توهم وجود التأليف بين الألفاظ المفردة يعني هو هو مفصل ولكن أنا أظن أنه مركب فمن هذه سوف أقع بمغالطة يعني هو أصلا هو مفصول ولكن يظن السامع أو يظن القارئ بأنه هنا حصلت بينهما أو يوجد بينهما تركيب وهذا إذا لاحظناه مع عدم التأليف وبحسب التحليل العقلي هو صادق ولكن بحسب الصدق العرفي بحسب الاتحاد بينهما يكون مثلا كاذب فالكلام إذا كان مفصلا هو صادق أما إذا اتحد فيما بينه فيكون كاذبان اللي يسموه مغالطة التركيب المفصل أو المغالطة باشتراك القسمة وهذا أيضا قسم الشيخ إلى نحوين إما أن يكون هذا التفصيل والتركيب في الموضوع أو في المحمول إذا كان في الموضوع فهذا يكون له عدة أجزاء وكل جزء له حكم خاص أما الأحكام بحسب كل الأجزاء تكون ماذا تكون صادقة مثل أي شيء يقول الخمسة زوج وفرد وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج مثل أي قال كل أصفر وحلو فهو أصفر إذن الخمسة زوج هنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية كلاهما صحيحتان ولكن هاتان القضيتان حينما نقول الخمسة زوج وفرد صحيح وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج باعتبار أن الخمسة هنا لا أنها مأخوذة باتحادها وبتركيبها الخمسة مؤلفة من زوج ومن فرد اللي هو الثنين مثلا والثلاثة فيقول مؤلفة من زوج اللي هو الثنين والفرد وهو الثلاثة لا أنها هي متكونة بحسب الاتحاد من زوج وفرد يعني هي زوج وأيضا هي فرد فيقول أنه إذا لاحظنا بحسب التفصيل والتحليل إلى الثنين وثلاثة صح الحكم عليه أما بحسب أنه بحسب التركيب فلا ليس عدد الخمسة لا يمكن أن يكون هم مركب من فرد وهم مركب من زوج هو بحسب ذاته لأنه العدد الخمسة هو فرد فلا يمكن أن يكون كذلك هذا بالنسبة إلى الأي شيء أن يكون الموضوع له عدة أجزاء والثاني أن يكون المحمول له عدة أجزاء وكل جزء إذا كان له حكم بحسب ذاته مثل أي شيء مثلا لو كان شخصا ما هذا الشخص هو مثلا شاعر كما في المثال الذي يذكره الشيخ هو شاعر ولكن ليس ماهرا في الشعر ولكن هو ماهر في الخط فنقول هذا شاعر وهو ماهر فيتوهم المغالط باعتبار أنه الشاعر هذا باعتبار أنه ضعيف في شعره وماهر هذا باعتبار مثلا فنه ورسمه فظن الواهم أن هذا وهذا مجموعان فيقول هذا شاعر ماهر بينما هو لا يراد منه هكذا بل يريد أن يبين أنه هو شاعر وهو ماهر في غير الشعر هذا ما نسميه بتركيب المفصل ماهر في شعره نطبق هذا ثم بعد ذلك ندخل إلى النوع الأخير يقول مغالطة تركيب المفصل يعني هو مفصل ولكن هذا يغالط بأن يركب بينهما وهي ما تكون المغالطة بسبب توهم وجود تأليف بين الألفاظ المفردة يعني هو لفظ المفرد عرفنا ما هو اللفظ المفرد الذي لا يكون له يعني يدل على معناه وهو ليس بموجود وذلك بأن يكون الحكم في القضية مع عدم ملاحظة التأليف ماذا يكون الحكم؟ صادقا ومع ملاحظته يعني مع ملاحظة هذا التأليف يكون كاذبا فيصدق الكلام مفصلا لا مركبا إذا ركبنا الكلام باطل أما إذا فصلنا فالكلام صحيح فلذلك سمي هذا النوع مغالطة تركيب المفصل وسماه الشيخ الطوسي المغالطة باشتراك القسم وهو على نحوين إما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع أو المحمول إما في الموضوع أو المحمول الأول أن يكون الموضوع له عدة أجزاء وكل جزء منها له حكم خاص والأحكام بحسب كل جزء صادقة إذن هذا الموضوع عند عدة أجزاء اللي هو الخمسة الخمسة لها عدة أجزاء اللي هو زوج وفرد والخمسة مثلا حينما نجمع هذه الأجزاء تكون النتيجة صادقة وإذا جعلنا الموضوع المركب من الأجزاء بما هو مركب كانت الأحكام بحسبه كاذبة يعني إذا قلنا أنه هذا هو مركب بما هو مركب من اثنين وخمسة هذا كاذب كما يقال مثلا الخمسة زوج وفرد وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج من أين أتيت بهذه القضية يقول مثل أن يقال كل أصفر وحلو فهو أصفر قطعا إذا شيء أصفر وحلو باعتبار أن الصفارة هو لون والحلاة هو ذوق فقطعا هذا في من لحظ صفته تبقى الصفة ليس له علاقة بالذوق فمدام أصفر وحلو فهو أصفر قطعا الأصفر والحلو فهو حلو قطعا نعم إذن الخمسة زوج هنا ماذا صنع يعني جمعه هاتين التركي بين الوصفين فجعلهما وصفان مختلفان بينما هما وصف واحد وهذه النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين والسر في ذلك أنه في الصغرى يعني في الموضوع وهو الخمسة إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى اثنين وثلاثة صح الحكم عليه قل الخمسة هو اثنين وثلاثة ما كم أي مشكلة بحسب كل الأجزاء بأنه زوج وفرد أي الاثنان زوج والثلاثة فرد بهذا الاعتبار وأما إذا لوحظ بحسب التركيب فليس عدد الخمسة بما هي خمسة إلا فرد الخمسة بما هي خمسة لا يمكن أن يصدق عليها الزوجية بل هي فرد فقط فيكون الحكم عليه على العدد بأنه زوج وفرد كاذبا باعتبار أنه العدد إما أن يكون زوجا أو يكون فردا وكذلك في الكبرى اللي هو الموضوع وهو ما كان زوجا وفردا إن لوحظ بحسب التفصيل والتحليل كملاحظة ما هو أصفر وحلوف الحكم في الحكم عليه بأنه أصفر صح الحكم عليه بأنه زوج إذا أخذنا بهذه القيد أما إذا لوحظ بحسب التركيب فالحكم عليه بأنه زوج كاذب لأنه مركب من الزوج والفرد لأن المركب من الزوج والفرد ها دائما يكون فردان أما الموضوع في النتيجة الخمسة زوج فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيب لأنه تركيب صح الخمسة باعتبار أنها مركبة من زوج وفرد لأن الحكم على أي عدد بأنه زوج فقط أو فرد فقط لا يصح إلا إذا لوحظ بما هو مركب ولا يصح أن يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل إلا إذا حكم عليه بهما معا أو بأنه زوج وزوج أو بأنه فرد وفرد ومن هنا كان الحكم على الخمسة بأنها زوج ماذا؟ كاذبين جيد فتحصل أن الموضوع في الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل والتحليل ولذا كانت صادقتين حسب التفصيل والتحليل وفي النتيجة لوحظ بحسب التركيب فكانت كاذبة فإذا اشتبه الأمر على القايس أو المخاطب وركب ما هو مفصلون وقعت المغالطة وكان الغلاط هذا الأول الثاني أن يكون المحمول له عدة أجزاء وكل جزء إذا حكم به منفردا أو حكم به منفردا على الموضوع كان صادقا وإذا حكم بالجميع بحسب التركيب بينهما أي المركب بما هو مركب كان كاذبا اللي كما قلنا زيد هو ماهر في القيادة وزيد شاعر ولكن ليس ماهر مثاله إذا كان زيد شاعرا غير ماهر في شعره وكان ماهرا في فن آخر يتبع فنان أو رسام أو نحات أو وهو الخياط مثلا فإنه يصح أن يحكم عليه بانفراد بأنه شاعر مطلقا يصح ويصح أيضا أن يحكم عليه بانفراد بأنه ماهر مطلقا فإذا جمعت بين الحكمين في عبارة واحدة وقلت زيد شاعر وماهر فإن هذه العبارة توهم أن هذا الحكم وقع بحسب التركيب بين الحكمين يعني لأنه ماذا المخاطب يظن أنه هذا الماهر أو هذه الصفة في الشعر أي أنه شاعر ماهر في شعره وهو حكم كاذب بحسب الفرد ولكن إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى حكمين أحدهما غير مقيد بالآخر كان صادقا هو ماهر وهو ماذا شاعر مثلا بقي عندنا الأخير وهو مغالطة تفصيل المركب تفصيل المركب هو مركب ولكن إذا فصلنا فإنه سوف تخطأ هذه أيضا توجب مغالطة وتؤدي إلى الغلط فإذا أدت إلى الغلط وإلى المغالطة رح يقع الإنسان في الغلط مثل أي شيء حينما أحكم على الدار بأنها طابوق هنا هو أصل الدار مكون من طابوق ومن خشب ومن إسمنت ومن حصى ومن حديد فإذا حكمت عليها بحكم خاص هنا يكون الحكم كاذب باعتبار أنها بقيد الكلية بقيد التركيب كذلك حينما أحكم على الخمسة بأنها زوج هنا حكمي على الخمسة بأنها زوج بما هي زوج باطل لأنها ليست زوج بحسب ذاتها بل زوج وفرد نطبق يقول مغالطة تفصيل المركب وهو ما تكون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف والتركيب مع فرض وجوده ها هنا عندنا وجود تركيب وتفصيل وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب صادقا وبحسب التفصيل والتحليل كاذبا فيصدق مركبا لا مفصلا إذا فصلته لا يصدق تحكم بأن الدار هي طابق قطع قطعا كاذب فلذا سمي هذا النوع مغالطة تفصيل المركب هو مركب وأنت فصلته وسماه الشيخ الطوسي المغالطة باشتراك التأليف باعتبار أنها هي مؤلفة هي مؤلفة فيما بينها ولكنه ماذا فصلها حاول أن يفصلها مثاله الخمسة زوج وفرد فإنه إنما يصح إذا حمل الجزآن معا بحسب التركيب بينهما على الخمسة بأن تكون الواو عاطفة بمعنى جمع الأجزاء يعني الخمسة اثنين مثلا زوج وفرد بمعنى المجموع كالحكم على الدار بأنها آجر وجص وخشف أي أنها مركبة من مجموع هذه الأجزاء وأما إذا حمل كل من الجزئين بانفراده بحسب التفصيل والتحليل بأن تكون الواو عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات كان الحكم كاذبان كالحكم على الشخص بأنه شاعر وكاتب لماذا؟ لأن عدد خمسة ليس إلا فردا بل يستحيل أن يكون عدد واحد فردا وزوجا معان فمن لاحظ الحمل في مثال هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل أي توهم عدم التركيب فقد كان غالطا أو مغالطا إذن بعد ذلك الشيخ رحمة الله عليه يبين الخلاصة الخلاصة أن المغالطة اللفظية لحد الآن ما دخلنا بالمغالطة المعنوية إن شاء الله نأخذها غدا المغالطة اللفظية إما في المفرد أو في المركب في المفرد إما في جوهر اللفظ وهو مغالطة باشتراك الاسم أو في هيئة اللفظ في هيئة اللفظ تنقسم إلى الذاتية يعني المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية والعرضية اللي هي في الإعرابي والإعجام هذا بالنسبة إلى المفرد والمركب إما بتوهم وجود تركيب هذا التركيب مفصل بتوهم عدم التركيب تفصيل المركب باقتضاء نفس التركيب اللي نسميه المماراة أما المغالطة أو المغالطات المعنوية فهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين اللهم اهدنا في من هديت اللهم إني يسألك أزيمة الرشاد والثبات في الأمر والروش وأسألك شكر نعمتك وحسن آفيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة